بتقول بعض لكن فيه ساعات كتيرة بينقلبوا على بعض بتوجع لما تبقى أنت مآمن لحده وعايش حياتك فاكر أنه الحد ده أمن وأمان ليك ولكن تكتشف بعد سنين كتير أن الحد ده كان بيخون أو كان بيجدب في ساعات كتيرة يا إما الزوج أو الزوجة بيبتدوا يتتبعوا أسرار وخصوصيات الآخر أو يا إما حد تاني بيوسوس في الودان من الصحاب من الأقارب فيبتدي الشك يتزرع بداخل الزوجين نقدر نقول الحكم إيه لو الزوج أو الزوجة تتبع خصوصية الآخر في الدين طيب أحسنت يعني سؤال بعض الناس بيسألوه مرارا وتكرارا طيب يا عم الشيخ أنا هنا زوجي بقول أهم حاجة يا جماعة أي حد مقبل على الجواز خطوة الاختيار يعني إيه الاختيار يعني أختار شريك الحياة مش أختار شريك الحياة بمناء على المادية البحتة إذا جاءكم من ترضون الشأة والعربية والوظيفة لا 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 مش ده خالص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني الأساس اللي هو الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية وفساد عريض وقال برضو علمني أن أنا كراجل لما رح أخطب واحدة قال تنكح المرأة لأربع مالها جمالها حسبها نسبها ودينها فظفر يعني فوز بذات الدين تربت يدك يبقى إداني الأساس عند الراجل الدين والأخلاق وعند البنت برضو الدين والأخلاق وفيه فرق بين دين وتدين دين يعني الأخلاق المعاملة الصالحة والصادقة لا في المعاملة حضرتك بتعرف الإنسان من معاملته لذلك فيه فترة اسمها فترة الخطبة مش شفت حد خلاص هو شخص كامل وشخص كويس وشخص يلا ارتبط به لا دقال فيه فترة معاملة لهي احنا بننصح كل الناس فترة الخطبة لا تقل عن ست شهور ولا تزيد عن سنة عشان أعرف الشخص اللي قدامي هعرفه لما بنتكلم كلام كويس بعملني ازاي بعمل والده والدته ازاي بعمل أهله ازاي بعمل إخواته ازاي لما بنختلف فترة الخطبة بروح أعمل بلوك ولا بقول لي روح الماما تأسف لها ولا بيعمل ايه ما هو فترة الخطبة معرفة طب بعض الناس بتتجمل في الفترة دي وكل واحد بيلبس المسك اللي هو خلاص أنا إنسان كويس وهي إنسانة كويسة وبيجي عندنا الجواز بعض الناس بيشوفوا إن الحب بيكون قبل الجواز بس الحب ما بيبتديش غير بعد الجواز ليه؟ لأن الحب قبل الجواز حب بلا مسئولية مسئولية إنما بعد الجواز فيه تحمل الأعباء والمسئولية هي تحملت بيت وأسرة وهو تحمل بيت وأسرة بكون هنا بقى الاتفاق طب من الاتفاق إن إحنا الاتنين يعني ما فيش مساحة خصوصية بيننا وبين بعض لا الطبيعي إن الست الشطرة اللي تسيب لجزها بعض المساحة الخصوصية مش معنى خصوصية إن يخب علي أو يكتم علي لا ده الجواز لا يبنى إلا على الثقة زي ما تفضلت حضرتك وقلت والصداقة صداقة؟ معقول في حاجة اسمها صداقة بنزوج وزوجة أيوة هو ده الوصف القرآني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي ويمين وصاحبته معقول ما قالش زوجته ولا المرات ولا صاحبته صاحبتي اللي هي زوجته بس يسمىها المصاحبة المصادقة هنا لإن هي عرف كل حاجة عن زوجها وهو عرف كل حاجة عنها ربنا يقول كده في صورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد يعني صديقة يبقى الزوجة صديقة والزوج كذلك صديقة ترجمة نانسي قنقر